أقول لكم حاجة من أكتر حاجات اللي بتحسس الواحد أنه هو متعري صورة أبوه أمه فبيفقدوا الثقة في الوالدين على فكرة أقول لك حاجة أيها الوالد العزيز أيها الوالد الرؤوم أنا آسف يعني لما أنتوا بتعملوا كده أولادكم مش بيحسوا أنه أفضل فيستطيعوا أنهما يتغطوا بيكم هو بيحسوا أنهما تعروا لأن كل واحد فيكم بيعطيه جزء من الثياب الثياب لو قطعتين قطعة بيتبقى أميص وبنطلون فالقلوب كده برضو سترها بيكون من قطعتين مش هينفع أنه واحد فيهم يتعرق يعني منفعش أنه واحد يمشي بقطعة واحدة هيبقى عريان برضو نفس الشعور اللي عنده هيبقى عريان فهم بيحسوا برغبة آية كتيرة في الانتقام لصالح المظلوم وساعاته يبقوا في صالح الأم فيكرهوا الأب وعايزين ينتقموا منه مش بس الخلافات الزائرة اللي بتكسر الأولاد لكن كمان الانفصال العاطفي كل واحد في قوضة أو واحد نايم على الكنبة كل دوت بيحسسهم أنهما في ضياع وبيتأثروا جدا 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 فأغلب المتخصصين بيقولوا أنه ده بيئة النمو العاطفي عند الأبناء ده زي نفس نتيجة الأهمال العاطفي وبيحصل تشوه بقى لمساءات الجواز وتلاقي الأولاد اللي قريموا منفصلين العاطفين يحسوا أن البيت مليان بالكآبة لما بيحصل الانفصال ده بقى حقيقة في الطلاق فتحصل ظاهرة تانية أسوأ بقى من الأباء أنهم يطلقوا الأولاد كمان وأنا فيه ظاهرة دايما بسميها كده وأرجو أننا نبحثها اسمها طلاق الأولاد يعني إيه طلاق الأولاد يعني هو مش بيطلق الزوجة بس بيطلق الزوجة والأولاد كمان فيه اللي يحصل فطلاق الأبناء ده وقت الطلاق الأولاد ده اللي يطلق الأبناء بيخلي الأولاد يكبروا وجواهم حقد وإحساس بالتخلي وحش وشعور بعدم السند وأن ما فيش حاجة هتقدر تشبعهم لأنهم راح الوقت اللي كونوا ممكن يستندوا به وسعد بيبقوا كارهين المجتمع وسعد بيبقوا مؤزين جدا واجعل الأولاد ده لما بيشوفوا العيشة بالطريقة دي ويشوفوا أصحابهم عايشين بطريقة مختلفة عنهم إيه اللي بيحصل؟ واجعهم بيزيد لأنهم بيشوفوا أصحابهم عايشين مع أبوهم وأمهم ومع أسرة مكتملة وفيها دفء وفيها لكن هو يحس بالحرمات لكن هل معنى كده؟ أن أي خلاف ما بين شرك حياتنا بيهد بيهد من الأولاد فنجلت أنفسنا ونتعمل ونحمل نفسنا من فوق طاطب لا 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 خالص الخلاف بيجي عشان نخرج أحسن ما بيداخلنا وأكتر حاجة ممكن تخلي أحسن ما بيداخل الأزواج هو السعي إلى التوافق فالخلافات دي بتبقى فرصة جميلة جدا جدا للتوافق اللي هي الثلاثة أشياء لازم نقولها للتوافق السعي للتوافق ثم السعي بعد ذلك إلى الالتزام اللي بيوصلنا في النهاية إلى النضوج توافق فالتزام فنضوج التلاتة المثلث دا لو حصل الناس بتبقى الأولاد بيبقوا في حالة صلب بيشوفوا إيه دا بيحسوا أنه أبوه مهيره بيحسوا أنه مهم ست كاملة ست من الكمة لكن دا بيحتاج استشارة استشارة خبير في بعض الأحيين مش هينفع أن الواحد إذا كان واحد مش قادر يشوفه العين التانية لازم نخليه يقدر يشوفه العين التانية طب نعمل بقى إيه الإجراءات اللي ممكن توصلنا بقى لأن كسرة الخلافات وكسرة السعاد بيستهلك الناس ولذلك رسول الله سلام أمننا أن احنا طول الوقت نكون نحافظ على أربع معاني أساسية وقت الخلاف نحافظ على التزن كل ما تقدر تضبط نفسك وتضبط انفعالاتك وتحاول تكون حكيم فليس القوي بالسرعة زي ما حضرت النبي قال ولكن قوي من يملك نفسه وعنده الغضب الموضوع التاني المهم وإنت بتشتغل وإنت بتشتغل حافظ على احترامك لشريك حياتك حافظ على احترامك لزوجتك كل ما الأولاد بيشوفوك وإنت بتحافظ على احترامك تحس إنهم بتطبطبوا عليك ولما يجوا بتطبطبوا عليك ما تستغل لشها لأن سلطك هتبقى أولادك إن أنت إنسان محترم ثالث حاجة حافظ على اهتمامك ساعات كتير وقت الخلاف بتخلي مفيش طاقة لكن اهتم بالأولاد في وقت الخلاف حاول دايما تقدر إنهم محتاجين اهتمام في وقت الخلاف دا يبقى لازم تهتم بيهم اهتمام حقيقي رابع حاجة وآخر حاجة حافظ على امتنانك لأولادك إنهم نعمة من نعم ربنا وحافظ على امتنانك لكمال لشريكة حياتك لما يجوا بتكلموا عليك قل لا ده هي أصل البيت دا ده هي حجر الزاوية ده هو من غيره وإحنا مضيع الكلام اللي لما تقولوا كده هم هيقوموا بدور كبير جدا جدا لما يحسوا إنهم مكتملين نعمل اي بقى عشان نمصل دا